بسم الله السلام عليكم. بسم الله تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة في أسر الأحوال إن شاء الله. اليوم بإذن الله غدي نتقسم معكم تنجية ديال الكوكور بدون تنجية كتجي روعة كتجي غزالة كتجي معلكة كيف كتشوفو كتجي فتية لحم كي جي طيب وكتجي مشربة يعني كتجي غزالة وفنة كيف كتشوفو كتجي راقية وسهلة جدا في التحتير تبقوا معين إن شاء الله بتشوفوا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة نسبة للمخاذة نسبة للمخاذة نضيف ملج خلط زيت الماء وإن طريقة أين طريقة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة وزعفران شعراء سوف نضيف شوية معلقة صغيرة معلقة كبيرة كامون وعندي 4 فصوص توم نقطع بحلها كية شرائح كامون كإضافة سوف نضيف مصلة في الصفاء نضيف مصلة لأنه لأيضا تضيف مصلة ونضيف مصلة ونضيف مصلة مصلة تستخدم مصلة أكثر تستخدم مصلة ثم نضيف مصلة خطأ الحم نضيف شرائح الثوم 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 لنستعملها نضيف شرائح الثوم نضيف شرائح الثوم نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الكأس الس 늘ين نضيف الكأس الزيت والذات نضيف الكأس الماء مرقة القليل نمشي الى الماء ثم نضيف الماء والماء سوف نضيفها دعبة سوف نعطي تعليق تعليق لا تستعمل الزيت سوف نستعملها في الوصفة سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها وسوف نضيفها سوف نضيفها جميلة دعبة 30 حتى 40 دقيقة ثم نضيفها 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 من بعد مرور ارتبط بعد مرور 40 دقائق هذه المصلة تلقيت الماء و اضيفه هنا غير كسد الماء لم اضفت الماء نهائيا من بعد فتلقيت الماء لأن النار مهيلة تلقيت لي الماء سوف اخليتها من بعد تشربتها مزيان او اخر اخليتها معي الكوكوت و حتى تشربت هذا الماء يسبخر و اعطتني هذه التنجية كيف تشوفو مع هذه المراقل اللي كي يجي عاقد و هذه البصلة اللي يضفت سوف اعطيتك التعليق جربوا هذه الوصفة ان شاء الله تعجبكم و اضيفوا واحد لمعالقة كبيرة و كان هذه الوصفة اليوم نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها و تردو عليها في التعليقات الحقش هذه الوصفة صراحة تجي فينا رائعة و دائما لا تنسونيش لايك و اشتراك اللي مشترك شو قناة و تفعيل جرس باش توصلوا جديد و دوصم في رعاية الله و الى فيديو قادم بحول الله و الى اللقاء بحيث نجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و استطيعق Malays